اشتركوا في القناة تعلن انطلاق شوطن الخامس عشر بمجموعة شواطنة وثالثة شواطنة الانتاج واولها بالنسبة للجعادين المحليات اللصائل والثمانية كيلو مترات هي مسافتنا اتقدم مع المركز الاول وتقدم مع الصدارة وتابع في هذه اللحظات مقدمة الاسماء مقدمة المحليات اللصائل الثناية الجعادين ما شاء الله تبارك الله على هذه الاسماء المتواجدة وتقدم مع المركز الاول وتابع الشامخ على المركز الاول محمد بن راشد بن حضير ملكتبية يقدم الشامخ على الصدارة والمركز الاول المركز الثاني مياس على المركز الثاني ويقدم مياس خليفة بن سي بن كاسب على المسافري والمركز الثالث سلهود لعبد الله بن حميد بالكديد الفلاسي والمركز الرابع زيزوم القادم لسيف بن مبارك بن هواش الخيلي قادم مع زيزوم على المركز الرابع والمركز الخامس السهم القادم لسالب خلفان بشاوي الغفالي والمركز السادس المركز السادس شهين ليابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الاحبابي المركز السابع في هذه اللحظات وتابع التقدم من الجانب الآخر تقدم من ملهم لمسلم بن بخيط بن ناصر بن نوبي العامري والمركز الثامن يتقدم شهين لحمد بن حمد بن منانا الاجتبي قادم هنا مع شهين وتحديات شهين على المركز الثامن والمركز التاسع المركز التاسع مشوش لحمد بن سالم بن سليم الاكتبحت ممثلين المدام وتواجد والمركز العاشر شهين لحمد بن خميس بن خليفة الاخيلي هكذا هي النتيجة لهذه الاسماء المتقدمة وندان الأول للعشر المراكز اللولة المتقدمة مع انطلاقة هذه الجعادين الثنايا المحليات اللصائل وتحديات أشواط الانتاج لازالت مستمرة على أرضية تحفة ميادين السباقات عودة إلى الكادر العلوي عودة إلى الصدارة وقيادة الأسماء الشامخ يتقدم على المركز الأول محمد بن راشد بن حضير الملكتبي هنا الحاضر هنا المتقدم على المركز الأول المقدم من الشامخ مع شواط الانتاج المركز الثاني قدوم في هذه اللحظات من سلهود لعبد الله بن حميد بالكديد الفلاسي قادم على المركز الثاني والمركز الثالث زيزوم زيزوم القادم على ثالث المراكز لسيب بن مبارك بن هواش لخيلي والمركز الرابع المركز الرابع السهم لسالم بخلفان بالشاوي الأغفالي قادم من ميدان اللبسة ميدان الشعب على رابع المراكز والمركز الخامس شاهين يابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي والمركز السادة شاهين لحمدان بن أحمد بن منانا الاختبي والمركز السابع المركز السابع المركز السابع شعار مسلم بن بخيط بن ناصر بن نوبي العامري قادم مع ملهم على سابع المراكز وثامن مراكزنا مياس لخليفة بن سيب بن كاسب المسافري وتاسع مراكزنا هذا مشوش هذا مشوش ويبغي لمراقبة حمد بن سالم بن سليم الاختبي قادم مع مشوش والمركز العاشر شاهين لحمد بن خميس بن خليفة الاخيلي هكذا هي النتيجة مشاهدين متابعين الكرام مجتمعين لفاضل متابعين على قناة دبي ريسينج وعلى الهوائي بثا مباشر انسألتوني في هذه اللحظات عن موقعنا فبدأنا نغادر منتصف المسافة الاربع كيلو مترات قطعناها والاربع كيلو متبقية بن تابع بنشاهد تنافس ما شاء الله مع هذا الحضور في هذه اللحظات من شعارات أبناء القبائل وتحديات أشواط الانتاج هنا لازالت مستمرة مع هذه الشعارات والشامخ شامخ على الصدارة متقدما على المركز الأول شامخ شامخ ما شاء الله بهذا الشعار محمد بن راشد بن حضير هل اكتب يقدم الشامخ على المركز الأول المركز الثاني يتابع ما شاء الله من الأسماء كامهايل قادم ستة قاعدين في موقع واحد ولكن اللي يتقدمهن اللي يتقدمهن من الجانب الآخر هناك شعار بالشاوي مع السهم سالم بن خلفان بالشاوي لغفالي وكذلك مياس لخليفة هذا القادم مياس ولا زي ذوم ليسي بن مبارك بن هواش الاخليلي والمركز الرابع سلهود لعبد الله بن أحمد بالكديد الفلاسي والمركز الخامس ما شاء الله تبارك الله يا ملهم مسلم بمخيط بن ناصر بالنوبي العامري قادم أعملهم والمركز السادس المركز السادس الشاهي لحمدان بن أحمد بن منانا اللي اشتبيهن المركز السابع المركز السابع هنا يتقدم مشوش لحمد بن سالم بن سليم بن سود الاكتبي هذا بن سليم الاكتبي شعار ممثل المدام واحد ممثلين المدام قادمين في هذه اللحظات وكيل والغابات بدنا نغادرة وحزام الغابات على يمين هذه الأسماء القادمة سبعة أسماء هنا منطلق المركز الثامن نتابع في هذه اللحظات وصول وتقدم مع المركز الثامن وأول ندى للتمام القادم عمير بن سيف بن معضد المشغولي قادم وأول ندى للشعار المشغولي في هذه اللحظات وكذلك شهيد لمحسن بن الشرقي بن سعيد بن مراش العفاري أول ندى على تاسع المراكز والمركز العاشر شهيد ليابر بن حمد بن مصلح بن جمهور الأحبابي هكذا هي النتيجة خلاص المنصة الرئيسية بانت المنحطة في الأخير بدنا نغادر هذا الموقع في هذه اللحظات والمنصة الرئيسية بانت أمام هذه الأسماء وأمام المضمرين وملاك هذه الشعارات يا أخواني حد شاف لي بن حضيرهم حد شاف لي الشامخ بدأ يغادر بدأ يغادر مدرج الهبوط الثنين كيلو متر ما شاء الله والشامخ شامخ من البداية وهو على الصدارة محمد بن راشد بن حضير ملك تبيع المركز الأول ولكن اسمه قادم في هذه اللحظات ملهم ملهم بن نوبي قادم سلم بن خيط بن ناصر بن نوبي العامري والمركز الثالث سلهود لعبد الله بن حميد بالأكديدة الفلاسي وبن سليم قادم على المركز الرابع مع مشوش حمد بن سالم بن سليم الاكتبي والمركز الخامس عندك يا بن منانا شهين حمدان بن أحمد بن منانا الاكتبي ما شاء الله وصل تمام تمام قادم من ميدان التراث عمير بن سيب من معضد المشغوني قادم على المركز السادس والمركز السابع بناخذ هذا شاهين لمحسن بن الشرقي بن سعيد بن مراش العفاري قادم وكذلك شاهين لمبخوط بن محمد باللوتية العامري قادم باللوتية ومقدام مقدام وعبيد بالحلوس بن ذيبان العامري أول ندال لمقدام في هذه اللحظات يتقرب ويقترب من الصدار رويدا رويدا ولكن بعود إلى المركز الأول بعود إلى الشامخ الشامخ على المركز الأول الشامخ على الصدار يا هل الانتاج الكيلومتر الأخير بن منانا قادم حمدان بن سعيد بن منانا الاختبي قادم ويتقدم مع شاهين مشوش 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 بن سليم حمد بن سالم بن سليم الاختبي والمشغوني قادم مع تمام عمير بن سيب المعضد المشغوني والمركز الخامس الهود لعبد الله بن حميد بن كديد الفلاسي وكذلك شاهين لمبخوت بن محمد بن لوتي العامري ولكن صراح ثناي ما بين هل المدام وما بين هل هل زعبي لله هل زعبي يتابعون ويراقبون انطلاقات وتحديات شاهين ويا ما وصل السلامات لها لزعبي أهلا وسهلا بهذا الشعار الذي يبدع في هذا الصباح مع انطلاقة وشواط الانتاج حمدان بن سعيد بن منانا الاكتبي حمدان حمدان بن احمد بن سعيد مشكور يا حمدان على تقديمك هذه النوعيات المتميزة ومشكور يا خميس يا بن فايل تهانينة وانا موس لها لزعبي كافة المركز الثاني المركز الثاني مشوش لحمد بن سالم بن سايم اكتبي المركز الثالث وصل شاهين لمبخوت بن محمد بنوتية العامري المركز الرابع تمام لعمير بن سيف بن معضد مشغول والمركز الخامس سلهود لعبد الله بن احمد بالكديدة الفلاسي هكذا هي النتيجة نعود ونهني بن منانا على فوز وانتزاع شاهين توقيت الزمني في هذه اللحظات ننتظره وساعة وصول هجن هالي زعبي الاثنعشر دقيقة واثنين واربعين وجزء واحد من الثانية تهانين ونموس لحمدان بن احمد بن سعيد بن بنانا الاكتبي المركز الثاني وصلنا بتوقيت الزمني مغداره وهو مشوش اطنعشر دقيقة وستة واربعين وخمس اكزام pip στοاني وتهانين ونموس لحمد بن سعيد بن سعيد الاكتبي المركز الثالث ننتظر وصوله في هذه اللحظات وتوقيته الزمني اطنعشر دقيقة ننتظر وصول المركز الثالث واحد وخمسية تسع اكزام من الثانية تهانين والناموس لمالك شهين مبخوت بن محمد بن لوتية العامري تاني نوناموس لجميع الفايزين شاهدين الكرام متابعين الأفاضل